شلون ترفع الكريديت سكور مالتك وتمنع الاحتيال باسمك بسهولة عن طريق موقعين بس هلا والله شلونكم شباب اليوم عدنا موضوع كلش مهم خصوصا لكل واحد عايش بامريكا تعرف شن هم الكريديت سكور زين تعرف شلون ممكن هذا الرقم يأثر على كلش بحياتك حرفيا من تريد تشتري بيت من تريد تشتري سيارة او حتى تقدم على فيزا كل هذا يأثر علي الكريديت سكور بها الفيديو رح نشرح شن هو الكريديت سكور ولياش ينزل وشلون ترفعه وشلون تحمي نفسك من اي خطأ ممكن يخرب وضعك المالي واكو تفاصيل كلش مهمة بهذا الفيديو فدير بالك لا تفوت ولا لحظة من هذا الفيديو شن هو الكريديت سكور الكريديت سكور هو رقم يعكس شلون تدير فلوسك وديونك كلما كان هذا الرقم اعلى زاد ثقة البنوك بيك وصارت شروط القروض افضل اليك بهواي وحتى الفواد على القروض تصير كلش قليلة اذا عندك كريديت سكور فوق ال750 اذا كان رقمك ضعيف للأسف رح تواجه مشاكل مثل فائدة على القروض او رفض طلبات التمويل اسباب انخفاض الكريديت سكور اذا تأخرت بدفع الديون دفعت فاتورة كريديت كارد بعد موعدها بفترة درجة الكريديت عندك تنزل هميا اذا استهلكت اكثر من 30% من حد الكريديت مالتك رح يأثر سلبيا عليك مثل الحد 3000 يعني اذا استخدمت 30% حي 900 دولار وايضا لما تكرر على الكريديت جديد هميا الممكن ينطيق ضربة على درجتك الاعتمانية يعني لا تفتح مجموعة كريديتات بنفس الوقت بالنهاية اغلاق الحسابات الاعتمانية بسرعة بدون سبب ممكن يخرب التقييم وايضا لا تقدم على قروض بوقت قصير مثلا كل شهر ونوصي شي يكون على الكريديت سكور مالتك هذا الشي ينزل درستك تقريبا 3 درجات كل مرة يسوون هارد انكويري اول شي سدد الفواتير بوقتها لا تتأخر حتى اليوم واحد قلل من الديون حاول ما تستهلك كل حد الكريديت مالتك لا تطلب كريديت بكثرة طلب متكرر ممكن يخفض رقمك خلي حساباتك مفتوحة لا تغلقها ابدا حتى لو ما تستعملها هواية لا تغلقها خلي كل كارد سنة كاملة مفتوح حتى يساعدك بالقروض كل شهواية زيانا شلون تحمي نفسك نصيحة مهمة افتح حساب موقع اسمه كريديت كرما حتى تجيك شعارات اذا صار تغيير على كريديت سكور مالتك او اذا احد حاول يسحب قرض باسمك وايضا انصحك تجمد الكريديت ريبورت مالتك عن طريق موقعين رح اخليهم بالوصف والتعليق المثبت كلش انصح بيهم انا شخصيا استخدمهم واحد اسمه ترانس يونين والثاني اسمه اكويفاكس هذول الموقعين كلش مهمات حتى تقدر تجمد التقرير مالكريديت مالتك يعني ما حد حتى انت ما تقدر تسحب قرض بعد الا اذا لغيت التجميد هذا بنفسك زيان سؤال شنو احسن كريديت كارت من تجربتي الخاصة احسن كريديت هو يساعدك على تحسين الكريديت سكور مالتك من شركة كابلتال وان الرابط موجود بالوصف والتعليق المثبت او تقدر تلقى بموقعنا news.amereusa.com رح نحشى عليها هنا شوية اول كارد انصح بي اذا انت تسافر هواي اسمه Venture One من شركة كابلتال وان يعني من تحجز سفر عن طريق موقع كابلتال وان للحجوزات مالطيران تحصل على 20 الف مايل هديك خصم من قيمة المبلغ مالسفر يعني المايلات هاي ابدا منصير اكسباير وكذلك اذا استخدمت الكارد خارج امريكا ما ياخذون منك فلوس اصلا يعني صفر دولار وكل مايل يساوي واحد سنت يعني الهدية تقريبا 200 دولار تنخصهم من حجز الطيران مباشرة وتحصل فوق كل هذا 1.25 ميل مقابل كل دولار عنده كل عملية شراء وخمس اميال مقابل كل دولار عنده حجز الفنادق والسيارات عن طريق موقع كابلتال وان تراول والحلو انه كل هذا بدون اجور سنوية يعني صفر دولار بالسنة السؤالي لكم شنة كانت اصعب مشكلة واجهتها بسبب الكريديت سكور شاركونا تجارككم التعليقات حتى نستفيد كلنا الكارد الثاني اللي نصحك بي اسمه سيفر وان صفر دولار بالسنة بدون اجور خارج امريكا يرجع لخمسة بالمية فلوس كاش على الفنادق وسيارات الايجار اللي يتم حجزها عن طريق كابلتال وان تراول وثلاثة بالمية على الاكل والبقالة وثمانية بالمية على وسائل الترفيه وثالث كارد نويانا هو اسمه كويك سيلفر يوفر اجور صفر دولار بالسنة خمسة بالمية على السفر والهوتيلات ماكو اجور خارج امريكا خدمات المساعدة اثناء السفر على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع يعني اذا ضيعت بطاقتك او اذا انسرقت منك بطاقتك تقدر تطلب بطاقة بديلة طارئة وسحب نقدي راح يجاوبوك مباشرة ان يدعمهم 24 ساعة على مدار الاسبوع وهذا الكارد ايضا يوفر ضمان على بعض السلع يعني ينطيك تمديد ضمان على بعض السلع المؤهلة والحلو ايضا ينطيك اشتراك اوبر لمدة 6 اشهر مجانا بس العرض الحالي يخلص بشهر 11 هاي السنة 2024 ومو كل الناس اللي يسجد جديد ينطهم العرض لحد 2025 لذلك انصحكم السجلون ولا تنسون شبابنا وبناتنا تحسين الكريديد سكور يحتاج شوية صبر والتزام بس النتائج تستاهل التعب ولحماية نفسك من اي احتيال استعمل المواقع اللي ذكرناها لكم اذا عادكم اي سؤال اكتبوا بالتعليقات واني حاضر اجاوبكم لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى توصلكم كل الاخبار والنصائح اول باول وتلقون كل هاي التفاصيل اللي ذكرناها بهالفيديو وموقعنا اسمه news.amirusa.com شكرا على المتابعة ونشوفكم بالفيديو الجاي تحياتي لكم اخوكم امير علي تم اضافة خدمتين جديدتين لموقع amirusa.com وهي خدمة محامي الهجرة والتجنس وشركة القروض والعقارات مثلا نختار خدمة الهجرة والتجنس بعدها نضغط على تابع بعدها نكتب الاسم كامل ثم نضغط على كلمة السؤال التالي نكتب رقم الهاتف هنا السؤال التالي اليميل كامل بعدها نضغط على السؤال التالي ونختار الخدمة التي نريد مثلا التقديم على الجنسية الامريكية أو التقديم على الجنسية الأمريكية للأطفال مثلا أنا راح أختار التقديم على فيزا سياحة ويمكنك شرح حالتك هنا أو تركها فارغة ويمكنك تحميل ملف إذا حبيت نشوف الملفات يلي بدك الراجحة بعدها تضغط تابع هنا مصداقيتنا تضمن لك استرداد أموالك من المحامي مباشرة في حال لم تكن راضيا عن خدمتنا بعدها تضغط على تابع قانونيا حتى تسمح لنا والفريق نيتوصل معاك لازم تضغط على نعم بعدها تضغط هنا لإرسال معلوماتك للمحامي وأيضا يمكنك تحميل ملف البي دي اف للاطلاع على معلوماتك التي أرسلتها شكرا لكم